صالفتنا اليوم تقول في سنة 1971 كان في شابة أمريكية اسمها جيني تدرس في جامعة شيكاغو والشابة هذه تعرفت على طالب آخر اسمه ستيف ستيف هذا كان من أهل البشرة السفرة وانشأت بينهم صداقة وصخروا 24 ساعة يروحون مع بعض ويرجعون مع بعض صارت بينهم صداقة يعني حميمة وبعد فترة تحولت الصداقة هذه إلى حب جارف فالحبيبين صاروا ما يفترقون عن بعض ولا ديقة واستمروا على علاقة الحب هذه سنتين إلى أن عرفت أم جيني أن بنتها تحب واحد اسمر وأم جيني كانت من الناس يعني المنادين بالتمييز العنصري تكره السمر تقول إحنا والسمر من فصيلتين مختلفتين فسعت الأم أنها تفرق بنتها جيني عن حبيبها ستيف حاولت حاولت لكن للأثنين متمسكين ببعض حيل إلى أن طرت على بالها فكرة يعني هذه الفكرة اللي راح تفرقهم عن بعض فقررت أنها تنغل إلى مدينة ثانية وتكون بعيدة عن مدينة ستيف وفعلا الأم راحت وخذت بيت في مدينة بعيدة وخذت بنتها معها لكن الحبيبين كانوا يتقابلون بالخفاء كانوا يتواعدون ويقابلون بعض بالخفاء يعني من غير علم أمها ما كان أحد يدري عن العلاقة هذه إلا أخه جيني اللي أصغر منها اسمه توني واستمرت العلاقة هذه العلاقة السرية إلى ثمن سنوات وبعد الثمن سنوات يعني دخلوا التوتر في علاقتهم أول شيء بسبب بعد المسافة بينهم والشيء الثاني بسبب رفض أم جيني لهالزواج وشوي مني وشوي منك وبدأت تزيد المشاكل والتوتر في علاقتهم لحد ما قرروا الانفصال عن بعض وفعلا انفصلوا عن بعض وكل واحد راح بدربة جيني تزوجت من رجل آخر ستيف تزوج من بنت أخرى ولكن زواجهم اثنين هم ما استمر فانفصلوا بالزواج الجديد من غير لا يجيبوني عيال ومشت السنين ومشت الأيام وسنة وراء سنة سنة وراء سنة إلى أن طاف تسعة وثلاثين سنة وبعد تسعة وثلاثين سنة جيني فاضت بما يجول داخلها قريحة انفجرت قالت أنا مو سعيدة بحياتي أنا تحبار أنا ما عشت حياة حلوة أنا من فارق ستيف وأنا مو مرتاحة نهائيا ما شفت الحب ولا شفت العشق إلا مع ستيف والحين صار لي تسعة وثلاثين سنة ما أدري عن أخبارها مقطوعة أخبارها عني فقررت جيني أنها تبحث عن ستيف تخيل في سنة ألف وتسعمائة وواد سبعين تعرفت عليه في سنة ألف وتسعمائة وعشرين قررت أنها تبحث عنه وبدت رحلة البحث عن حبيبها راحت إلى هي طبعا يوم طلعت المدينة الثانية ويمها راحت سكنت بورتلاند فسافرت من بورتلاند إلى شيكاغو وقعدت ست شهور في شيكاغو تبحث عن حبيبها السابق راحت بيتهم الغديم راحت للمناطق اللي يفتر عندها أو يتردد عليها المطعم الفلاني المقهى الفلاني يحبهم ستيف فراحت تتردد راحت للجامعة اللي يدرسوا فيها لكن ما لقت ولا خبر عنه فصم الحذاب إلى أن أصابها اليأس ورجعت إلى بورتلاند بعد ست شهور من البحث وبعد فترة راحت إلى إحدى مقاهي بورتلاند قعدت بالمقهى فشافت فتاة صغيرة قاعدة على إحدى الطاولات زبونة بس قاعدة بروحها فجني جاية بروحها والفتاة هذه جاية بروحها فقررت جيني أنها تقعد وياها الدردة شو تجد تسلي وقتها راحت قاعدت عند البنت وقعدوا يسولفون واستلطفوا وبعض وصار بينهم يعني خلنا نقول تعارف ومن ضمن التعارف البنت هذه قالت الجيني اسمها فاكتشفت جيني أن البنت هذه بنت أخت ستيف تخيل شوف الصدفة فقالت لها أنا وصار لي ست شهور أبحث عنها في شيكاغو ويوم يأست رجعت لبورتلاند جيتيني أنت بالصدفة منين طلعت إيلي أنت فاسألتها عن ستيف قالت لها وين قالت ستيف في دار العجزة اللي في شيكاغو ليش فيه أسا ما شر قالت فيه سنة الكلام هذا في 2020 فقالت البنية أن ستيف خالها أصيبه بجلطتين في سنة 2004 والجلطتين هدو اللي يسببو له شلل ودخلوه يعني لا عيال ولا حرمة ولا ولد ولا تلد فدخلوه دار العجزة فقررت بنفس اللحظة جيني أنها تشد الرحال وتسافر إلى شيكاغو وفعلا جهزت العدة وخذت جناطها وسافرت إلى شيكاغو ووصلت دار العجزة وسألت عنها وقالوا لها فعلا موجود بالغرفة الفلانية فيوم تخلط عليه أول تفاجأ يوم شافها بعد 39 سنة بالرغم من الفترة الطويلة هذه إلا أنه عرف أول ما تخلط عليه أول ما شافها سلم عليها كان ينفجر بالبكاء قاعد يبكي كبكاء الأطفال دموعة تصب لمدة ساعة وربع وهو يبكي يوم شافها وهي طبعا بشت معا فقال لها من وين طلعتي قالت أنا صالي 6 شهور أبحث عنك أبحث عنك 6 شهور ما أنا مصدقني لقيتك فغرر الجيني أنها تبدأ في إجراءات نغل ستيف من دار العجزة إلى بيتها في بورتلند وفعلا بدأت الإجراءات إلى أن أتمتها وانغلت ستيف إلى بيتها قالت لا أنا ما أقدر أعيش من دونك مستحيل أني أطلع من دار العجزة وانت مو معاي أنا ما أرضى لأنك تكون تحت عيني تحت إيدي أنا نظفك وأنا وكلك وأنا أعتني فيك وفعلا انغلت البيت ولوحظ على ستيف التحسن الشديد في صحته رجعت للحياة بدأ الدم يرجع بوجهه لدرجة أنه يقول أنا ما عشت التسعة وثلاثين سالة الماضية ما عشت إلا اليوم اليوم اللي شفت فيه جيني يعني جيني رجعتني للحياة بعد ما كنت على أعتاب الوفاة إن لم تكن جيني هي الجنة فهي غريبة من الجنة جدا هذا لما يقول لك إن الحب يمرض ولا يموت نعم الحب يمرض يضعف لكن إنه يختفي ويروح مستحيل إن الحب يروح من قلب المحبوب والحين بحط لكم صورة جيني وستيف في أول لغاء لهم في دار العجزة وتسمعون على خير